المسجد العتيق سيد الأخذر بالمدينة القديمة بخصنطينة واحد من المعالم الدينية ذات القيمة المعمارية والتاريخية بالمنطقة يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1443 وهو المكان الذي كان العلامة عبد الحميد بن باديس يقدم فيه دروسا في التفسير المسجد العتيق ستستأنف فيه أشغال الترميم وإعادة التأهيل وفق دفتر شروط جديدة صفته توراث مصنف توراث وطني في سنة 2014 في إطار تحذير لتظاهر قصنطين عاصمة الثقافة العربية تم دمج هذا المسجد من أجل ترميمه في إطار هذه التظاهر الكبرى ولكن للأسف منذ 2014 لم تقوم الإدارة بصفة عامة بإتمام الإجراءات الإدارية سواء لمكتب الدراسات أو مقاولة الإنجاز نظر لأسباب عدة أسباب قانونية أكثر منها ميدانية انطلاق أشغال ترميم المسجد العتيق سدي الأخضر سيتم بعد تعيين مؤسسة مؤهلة تتوفر على كل الإمكانيات المادية وتراعي شروط الصيانة والترميم المطلوبة هذا الأسبوع ومكتب الدراسات جابنا دفتر شروط جديد لاختيار مقاولة وركزنا على معايير اختيار مقاولة باش تكون عندها إمكانيات سواء مالية أو مادية وخبرة في هذا المجال وإن شاء الله بعد المسادقة عليه في لجنة السفقات العمومية سيتم الإعلان عنه في الجرائد الوطنية لاختيار مقاولة إنجاز جديدة ترميم المسجد العتيق سدي الأخضر بقسنطينا يأتي في إطار مشروع وطني لترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر مع إشراك مختلف المهنيين والحرفيين والخبرات الجزائرية في عمليات ترميم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر